اشتركوا في القناة لان فعلا في وعي عند الشباب وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيكون كارب واحد بموهبة بيستثمرها استثمار صح ما قادر يجري على المهرجانات وطبعا هي ده فن واللون وليه ناسه ولكن قادر كمان يستثمر صوته في حاجات تانية مش كويسة لكن لما بيكون يأديه بحب ورايح للفن الأصيل والطرب الحلو والممتع فما يملكش ما احنا ما نملكش كمستمعين ليه اللي غير ان احنا نوجه له تحية وتحية في قاعدة كده لزيزة يا ما بيكون معاك حد موهوف في مجاله بيقول لك قليلا من الكلام ده كثيرا من الاستمتاع مع المطرب عمر مصطفى مازيد مش عرفنا النهاردة في الخيمة في رمضان حبيبي كل سنوان طيب اهلا سنوان بحضرتك زكا جميل اغبار خير الحمد لله تمام طبعا ستار ومصية واسط حبيبك اه ما نعرف وشعرف طبعا كده موجود معنا النهاردة بخيمة في رمضان اللي انا قلته ده من قلبه والله انا بفرح يا ما بلاقي حد سنو صغير بس ماشي صح ماشي في الفكرة وخصوصا ربنا سبحانه وتعالى ما بيمنش النجومية دي مش انك انك انت كالت وشربت وجوزت وخلفت لا انك انت سبت بصمة ربنا ما بيديك منحة من عنده وصوت حلو من عنده وبيبعايزك يوجهك للخير وعايزك تكسب من وراه خير حب ناس وتستثمره صحة وحد يكون انت بالنسبة له كنا اللي بيسرها بيسر الاتجاه سؤال بقى انت بقى دندنت كده مع نفسك واقلوه لابدى صوتك حالي ده الكلام ده مسلا وانا كنت في تاني عدادي كنت رأس صغير جدا فما كانش في حد مسلا بيسابورت بس كنت مع نفسي كده بعض دندن اول حد خالص كانت سابورت ليه او كان في ظهري كانت اختي اكبر مني وهي اللي قررت كت اول حاجة بتالي كان جيتار كده عشان ابدأ بس ايه ادندن عليه وبتاعه وبالفعل يعني حاولت مع نفسي مرة واثنين وثلاثة جميل الاسرة ما بتآذر او بتشجع او بالضبط وفيدله طبعا بسابورت جدا لانا قادة اكمل واكمل لحد ما الحمد لله يعني قدرت ان انا يعني هم بنبهوني ان انا عندي تالنت ان شاء الله تعالى يا رب نجع عنوانك كده بإذن الله ارجع لللي قلته قليلة من كلام لكسرة من الاستمتع عايزين بقى الاستمتع حابب تبدأ بايه؟ احنا هنبدأ بما تفتنيش انا واحدى بايش اه شكرا الفاضح وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك تعيب الحب معايا وتعبت وتعب الشوق وياك 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 وما تفتنيش انا وحدي ما تفتنيش انا وحدي ما تفتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك ما تفتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك تخلي شوي علية وخلي شوي عليك حايل خلي شوي عليك خلي شوي عليك خلي حايل خي لي شوي علي وشوي عليك عمرها وانا بيجري بيجري شوف راح منه كام شأساعة شو محبة والشهر عينه دخصام عمره وانا بيجري بيجري شوف ضاع منه كام ساعة شو محبة والشهر عينه دخصام يبقى الحب تان مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بنشطين لكن ليه امتا يا عيوني امتا نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتا وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبي حبيب يا جميل لا بجد الله اكبر على صوتك بسم الله وان شاء الله ربنا يحميك بس ده يخدني الاسؤال بقى الصوت الحلوة طب ليه انت مروحتش للسكة اللي هي ايه بتفرع كده وسهلة واعمل لي مهرجان او ازيط في الزيتة او يحصل هو انت شايف اللي بيحصل ده ايه بقى تمام هو الفكرة كلها ان اللي هيبدأ ما بنيه على باطل فهو باطل فالمهم يعني ان انا لما هبدأ صح هكمل صح وهفضل حياتي كلها ماشي صح لكن لما هبدأ في كارير او في حتة معينة هفضل مخطوط فيها مش هطلع منها لو مسلا بدأت في حتة شعبية او بدأت في حتة كده او من غير لحن او كلام بس يعني ممكن اتجاهنا دلوقتي الرب برضو تلع فاللوها في كزا نوع من الفن ممكن الناس تقدموا من غير مزيكة ومن غير طرب ومن غير كل ده زي زمان مسلا كان الصوت لوحده يقدر ان هو يخلي البني ادم يسمعك اه بالزبط من غير مزيكة او من غير اي حاجة فهو ده اللي انا قلت لأ انا حاول ابدأ صحة لقدم اقدر يعني وطبعا انا شرف كبير جدا يعني ان انا قابل مع حضرتك دلوقتي حبيبي ربنا يحفظك والله وانا بجد مستمتع بصوتك زي ما مشاهدين كلهم مستمتعين بيك بس وعجبني والله كلامك انت مش مستعجل ان انا ابقى نجم في لحظة كده ومش مستعجل فكرة ان انا اتشهر اكتر من انا استمتع باللي بقدمه دي ما بتحصلش كتير يعني لازم توصل يعني لازم توصل بالزبط المكانك المزبوط ده اللي ربنا كاتبولك هتوصله امتى لكن لو اعدت استعجله مش هيجي او هيجي غلط او مثلا هتروح له انت بطريقة مش صحيحة طب تعال بقى تمتعنا تاني اوكي انت حابب بقى تسمعنا ايه تمامي احنا نسمع حاجة لمتح الصالح اه جميل طبعا النور مكانه في القلوب تمامي طبعا النور مكانه في القلوب أحد خيوت شمس الغروب يتكون قد الحياة يتعيش وأحيي وسط الدروب اليقس ضعف وخوف جبال لكن الامل يفتح ببال يتكون قد الحياة يتعيش وأحييه وسط الدروب قلس خضار الشجار حس بدياء العمار قلو شلوب على الحجار على شيء ما تندمشي إمك أوام عادي امشي الطريق امشي الحلم ايه يروي غير قلبي ما ينمشي امشي كمان مرة دي من قلب والله هنا يحفظك الطرب بيدي مسلا المطرب اللي هو الصح بيسكل ده بالدراسة انا حاولت طبعا ان انا رحت معادي موسيقى عربية السنة كنت معجل الموضوع كمشي ستيب باي ستيب اول ستيب خلص ان انا خلص دراستي بالزبط اخلص دراستي وبعد كده اشوف شغلي وابدأ بقى حياتي اللي هي الكارير بتاعي وبعد كده ابدأ بقى اشوف هوايتي دي ممكن ربنا يعني نجحني فيها واوصل او لا فطبعا عشان كل حاجة يعني كل قاعدة كده لازم لازم تبقى مدروسة قبل ما تعملها او اي حاجة فطبعا كان من الطبيعي ان انا خلص دراستي وبدأت شغلي الحمدلله وبعد كده بقى يكررت ان انا ارجع في الفترة بقى اللي فاتت دي كلها كنت بتدرب مع يعني مثلا روحت مقعد موسيقى عربية ودربت مع دكاترة وسمعوا صوتي وقالوا لي انت بس محتاج يعني حاجات بسيطة وطبعا مع الوقت الممارسة والكلام ده كله بقيت احسن ومتطورت في الموضوع ده وهكذا فعني حمدلله يويد الحماس والثقة ان ربنا سبحانه تعالى ثق في الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عملها طالما انت واسق باذن الله هتنجح وان ربنا في يوم الايام ان شاء الله تعالى هتوصل ودايما مصر الزراع على فترة ورخيمة اينا بتكون والله يوشيها حلو احنا طبعا شهدت في فتناتها تكون مجروح لكن يوشيها حلو على كل المواهب اللي مروا علينا والايام هتثبت وهنتقابل ان شاء الله تعالى وانت ستار تاني والابن برضا استمتع تاني فاحنا ممكن نغني حاجات رمضان تماما رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه بعد غيابه وبقاله زمان غنوا وقولوا شاربتوا غنوا وقولوا اهلنا رمضان رمضان جانا اهلنا رمضان قولوا معنا اهلا رمضان رمضان جانا اهلا كل سنة انت طيب وان شاء الله تعالى بإذن الله نجاح يكون عنوانك بإذن الله ان شاء الله وبجد صوتك والله جميل وذاكر واشتغل على نفسك دايما بقول لك مش عارف سيبك من الكلام اللي دايما النصيح اللي انت كبر من النصيحة يعني بس اشتغل على نفسك في انك انك انت اسقل نفسك ويروح المعهد الموسيقى وتعلم ويحتر حفلات كثيرة لاني الخامة دي طول ما ربنا عز وجل حاب يا ربنا عز وجل اراد انه يحط فيك صوت حلو وتون صوت حلو ومقامات انت بتأديها صحة انا يعني اعرف شوية في الموسيقى يعني فان شاء الله تعالى هتوصل وهتنجح بإذن الله مستمتع اللي كنت معي انا استمتعت برضو ان انا مع حضرتك كوني سنواتة طيب والله كريم يا رب وانا اكتر والله واسعد يعني متشرف جدا بحاجة زي كده الحمدلله طبعا انها كانت اول حاجة مع حضرتك ان شاء الله قلات اكتر حبيب يا جميل دايك فاق بسمتك الحلو ان شاء الله تعالى ونشوف نجم جديد بإذن الله مشاهدينا خلصت فقرة النهاردة الحلقة الجميلة اللي استمتعت بها انا مع المطرب الجميل ان شاء الله تعالى يا رب النجاح سيكون عنوانه وعجبني والله في كلامه فكرة الاصرار دايما ثق في الله سبحانه وتعالى ان طول ما انت عايز تنجح هتنجح وان لو احلامك حتى سقطت زي ما بيقولوا في بئر يوسف فثق في ان قافلة العزيز ستمر فان شاء الله تعالى بإذن الله النجاح مكررة تاني من قلب عنوانه ان شاء الله فقرات النهاردة يا رب تكون قدمناها كده وعلى مستوى الشخصي استمتعنا بها بكل ضيوفنا اللي شرفون القيمة والقامة في الاستوديو ونشوفكم بكرة ان شاء الله في خيمة جديدة مع زملاء جداد وان شاء الله تعالى كل لحظة وانتم الى الله اقرب تصبحوا على خير